لما بنسمع عن مدن مدينة الدواء مدينة الدهب يعني أنت بقى عندك كمان الروبيكي طبعا مدينة الدوميات دي اللي حيتم افتتاحها دي أعتقد دي لوحدها يعني قصة ومش بس أنت مش بس بتعمل مدينة أنت بتعمل مدينة بتعمل مينة وعندنا أكتر من مينة تم يعني تطويرها وتشغيلها كم هذه المدن اقتصاديا بقى على الخريطة الاقتصادية تاخدنا الفين مؤشرنا يروح فين شوفي فاندب أولا إحنا عندنا عدد من المدن اللي هي زي ما بتسميها اسماعيلية الجديدة بورسعيدي الجديدة أسيوتي الجديدة دي خلق مجتمعات عمرانية إحنا للأسف منصورة الجديدة طبعا كل المدن الجديدة دي كل العالم النهاردة بيتكلم على حدث واحد دلوقتي اللي بيستنى العالم بقى الجديد العاصمة الإدارية الجديدة كمان ليه؟ لأن دي نقلة نوعية في المعمار العالم كله مشافهوش دولة في أزمة اقتصادية ولكن بتعيد تشغيل أكبر نشاط وقطاع اللي هو القضاع العقاري في أنها بتنشئ عاصمة بتضاهي العاصمة الأمريكية أقصر منها مساحة وأقصر منها تطويرا وأقصر منها بنيانا وعمرانا ده شكله إيه؟ فالعالم مستني الافتتاح يشوفه الشكل الجديد بسرعة أنا عارف أن الوقت بيجري الأثر ده فندم النهاردة عاد تشغيل ملايين الناس داخل المجتمع حرك الاقتصاد لأنه بقى فيه طلب داخلي على المواد البناء النهاردة دفع الناس جزء كبير جدا من الرواتب والمرتبات ده بيسميه رأس المال اشتغل أقصر خلال الأربع خمس سنوات الماضية ده عايزود الحصيلة الضريبية ده دفع استثماراتي أن تجيلك عندك بنية تحتية قوية جدا علشان كده كان رئيس الوزراء منذ يعني شهور قليلة كان في حديثه لبيان أمام مجلس النواب أن احنا داخلين على المرحلة التانية للإصلاح الاقتصادي هيأنا الدولة ببنية تحتية قوية وعندنا توسع عمراني كبير ومرضوده أن يكون فيه زي ما يسميه كده توسع ليه الإسكان هيكون مرضوده أن تقدري تجذب استثمارات تخيالي حضرتك نحن عندنا وفر في القهربة ده كان من أهم النقاط اللي بيسع عليها الرئيس الناس بس نسيت لما كان القهربة بتقطع ويقولك هنبعات لكم رسائل عشان نبقى لما النور يقطع هنبقى نقطع عندكم النهاردة وبكرة ولكن الحمد لله عندنا اكتفاء ذاتي من القهربة ودعم بيع شاركة مع العالم الخريط